السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعة الكرام الفنان سمير صبري بيكشف وصيته قبل وفاته بالحظات فجر الفنان سمير صبري قبل وفاته وصيته وقال ان الفنان سمير صبري احنا عارفين انه كان داخل احد المستشفيات لمعاناته مع مرض القلب وتم اعلان وفاته بعد استراع مع المرض والفنان سمير صبري احنا عارفين انه كان داخل احد المستشفيات لانه سوف يتم اجراء عملية جراحية له في القلب وعملية دقيقة كمان وكان من قبل شهر رمضان وكان الفنان سمير صبري في المستشفى حتى يتم تجهيزه لاجراء عملية في السمام المترالي وصرح نقيب المهن التمثيلية ان حالة الفنان سمير صبري بخير وانه بيتحسن داخل المستشفى وبعض من المشاهير معظمهم ازار الفنان سمير صبري داخل المستشفى وطمئن جمهوره على حالته الصحية بس تقرير الاطباء الفترة اللي فاتت قالوا ان العملية خطيرة ولازم تجهيز الفنان سمير صبري على اعلى مستوى علشان العملية دي دقيقة جدا وخطيرة ونظرا لسن الفنان سمير صبري 86 عام هتبقى العملية صعبة جدا بالنسباله فكانوا بيعدوا لاجراء العملية لكن تم اعلان وفاة الفنان سمير صبري النهاردة وهنعرف مع بعض تفاصيل وصيته اللي ابجت الجميع الفنان سمير صبري كان صديق مقرب جدا من الفنان الراحل محمود عبد العزيز وكان الفنان سمير صبري صرح في احد لقاءاته قبل كده ان الفنان سمير صبري عايز يدفن جنب الفنان محمود عبد العزيز والاتنين كانوا ايلين وصيتهم ان الفنان سمير صبري والفنان محمود عبد العزيز من عشقهم لمدينة الاسكندرية ترك وصيتهم انه يتم دفنهم بمقابر العائلة بالاسكندرية وخاصة بجوار البحر والفنان سمير صبري اعلن وصية الفنان محمود عبدالعزيز ووصيته هو كمان لانه كان صديق مقرب للفنان محمود عبدالعزيز وقال في احد لقاءاته ان ترك وصيته بدفنه في مقابر العائلة بالاسكندرية بجوار الفنان محمود عبدالعزيز واكد الفنان سمير صبري قبل وفاته ان في مصدر مقرب من الفنان سمير صبري اكد على وصيته دي ان هو وصهم قبل وفاته بلحظات اتى يتم دفنه بمقابر العائلة بالاسكندرية بجوار الفنان محمود عبدالعزيز واحنا عارفين ان الفنان سمير صبري كان الرئيس عبدالفتاح السيسي امر بعلاجه على نفقة الدولة داخل احد المستشفيات مستشفيات الكوات المسلحة وكان حالته الصحية مستقرة الايام اللي فاتت دي وده بتصريح من مصدر مقرب من الفنان سمير صبري وقال ان كانت حالته مستقرة وكانت حالته بتتحسن الفترة اللي فاتت لكن صباح اليوم يوم الجمعة تم اعلان وفاته لان حالته تدهورت مرة واحدة وبعدها تم اعلان الوفاة